مفهوم الوصل عند المصريين إيه؟ الوصل يعني نقدر نقول اتصال الزائر بالمقامات أو برضو اتصال المريد بشيخه دي هنرجع بقى لإن في عندنا الحمد لله طرق صوفية يعني مشيخة طرق صوفية في مصر من أكثر الأماكن على مستوى العالم اللي بيسجل فيها عدد مريدين طبعا نظام الطرق الصوفية إن أنا أكون لي يا شيخ أدي وصل أنا باتصل بشيخي وشيخي بيتصل بشيخ ثم شيخ ثم هكذا هكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوصل دوة هنقدر نقول برضو هنشبهه بإيه؟ مثلا في علم القراءات بياخدوا إجازة بالقراءات والتجويد طب الإجازة دي خدها بناء على إيه؟ أنا قرأت على شيخ والشيخ ده قرأ على شيخ ثم هكذا هكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمان صحيح القراءة أيها تمام وخد إجازة بذلك كذلك في الحديث عن 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 إلى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طب أنا في طريق ربنا هصل إلى سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق المشايخ يعني أي طريقة صوفية معتمدة وصحيحة بنجد أن المشايخ فيها متسلسلة حتى تصل إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصولا لسيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أهو ده الوصال يبقى أنا موصول بيهم يبقى أنا في حاجة بتربطني بالصالحين حاجة بتربطني بالمشايخ وهنا يأتي دور الشيخ بس لابد يكون على علم ولابد يكون على برضو يعني معرفة بالله وربنا أعطانه نور البصيرة عشان يقدر يوجهني وياخد بإيدي هو كده خلاني أدخل في سلسلة المشايخ أو سلسلة الصالحين حتى أتصل بهم وصولا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم